شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية في أفريقيا أتكاد المنعقد بالعاصمة اليابانية توكيو التي جاءت تحت عنوان المساهمة في حل التحديات العالمية وأكد عبد العاطي خلال مداخلاته على دعم مصر لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن كما أشار إلى أن الحوكمة العالمية تحتاج إلى إصلاحات ملموسة في مجلس الأمن في ظل عجز المجلس عن تجاوز الجمود الحالي في الصراعات الدائرة مؤكدا على أن مصر تتمسك بالموقف الافريقي الموحد في هذا الصدد وطالب عبد العاطي بإصلاح البنية المالية العالمية كما تناول وزير الخارجية قضية الذكاء الاصطناعي التي اكتسبت أهمية متزايدة في السنوات القليلة الماضية موضحا أن مصر أحرزت تقدما في تحديث البنية التحتية الرقمية وأطر السياسات وهياكل الحوكمة